أهلاً بحضراتكم من جديد ما تخبش على الأهل طول ما الأهل ماشي بالشكل العلمي والاحترافي الأهل عمره مصطاد أو عمره ما شاوى السمكة قبل استيادها دايماً بيشتغل بشكل احترافي ودايماً بيحط الأمور في نصابها الطبيعي وعشان كده يمكن ربنا بيوفقه لتحقيق كل ما يرضي هذه الملايين من جماهيره الكبيرة عشان كده هناك الكثير في بعض متلسانه القاتل الباسم مستر مارسل كولر الحقيقة الراجل جمع بين حاجات قلمة تتوفر في شخصية واحدة إن حد يكون عنده صرامة وعنده ابتسامة واضحة جداً عنده شدة في المعاملة في الملعب وعنده أريحية ولطفة في علاقته مع اللعيبة القاتل الباسم مارسل كولر انطبعك إيه؟ أول ما جاء أنا قلتلك ده شبه مين؟ شبه مانويل؟ لا أنت قلتلي فيلر ولا مين؟ فيسا فيسا شبهتلك فيسا؟ نفس الشخصية ديبلوماسية حاسمة محترمة محبوبة عادلة عادل جداً عادلة حتى في خلاب بينه وبين الناس على واحد أو اثنين حيبقى عنده سبب مش ضروري كل عاجة تتقال وحتى في المؤتمرات الصحفية بيحترم الناس وبيجاوب على كل حاجة أه يعني شوية كده عايز أعود معاه فيما يخص المؤتمر أنت مش مابع على طريقته في المؤتمر؟ لا لا بالعكس بالعكس عقباني بس فيك ساعاتي يعني واخد على برة أكتر أنت هنا أي كلمة بتتحسب عليك وناس بتحتفظ بيها وترجع عالك وقت ما تحبه يعني فما تبقاش على وحريتك أوردو يعني تعفز أديلك مثل يعني أما كان بيقولك اللعيبة ومعنديش لعيبة ومش عارف إيه كان الناس بتنتقدوا ما كانش يقصد كده طبعا إنما قاعد تقوله أنت بتاجم لعيبتك ما كانش بهاجم لعيبتك كان بيقول أن اللحظة اللي أنا فيها دي أنا أعاني من كذا واحد اتنين تلاتة اربعة والراجل عالج هذا الأمر من خلال الفرقة يعني ما دخلوش حد يعني فهو شخصته لطيفة لكن قول لأنا بقى أما تيجي تتعامل هو بيدحك كده جننك يقول اللي في دماغه في الاجتماعات اللي في دماغه بشكل موضوعي مش إن عينة دي لا ولذلك تجد أن أشعر كابت الخطيب بيأسق في رأيه جدا عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد ده مشروع للتجديد إن شاء الله واضح إنه فيه توافق كامل حتى هو نفسه كمان دع مبسوط دع كل أمر في حينه إحنا يعني فيه ناس بتحب إنها تكمل معك هو فيلر ما كناش عايزين تكمل معنا طبعا هو اللي عنده شخصيته قالت لأ ما كملش في لحظة ما كنا عايزين موسماني مؤكد يعني هو وجدت له لحظة أحسسنا إنه هو لا هو عايزين ماشي ماشي يعني فأنت مش عايزين نتعجل الأمور لكن يريد مدرب هذه الشخصية يكمل معنا ويكمل مش المشروع المشروع يعني لأن جزء من المشروع ده لازم يبقى الالتفات إلى الداخل تطوير بقى بكل حت عشان المهندس عدل بيشبه مارسو الكولر بالمدربين الكبار اللي عملوا بصمة كبيرة في النادل اشتركوا في القناة